النصير يتعرض لهتافات عنصة ريت في مباراة رايوفايكانو ورابطة الليغة تفتح تحقيقا تعرض الدولي المغربي يوسف النصير مهاجم فريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم لهتافات عنصة رية من جماهير رايوفايكانو أمس الاثنين ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني وأوضحت صحيفة S الإسبانية أن جماهير رايوفايكانو أطلقت حملة من الهتافات العنصة رية مباشرة بعد سجود النصير شكرا لله عند تسجيله هدفا في شباك رايوفايكانو شتائم في حق اللاعب المغربي يوسف النصير ووالدته وشددت الصحيفة الإسبانية أن رابطة الليغة سترفع دعوات قضائية ضد المعتدين على النصير وكان النصير قد قاد إشبيلية للعودة بثلاث نقاط ثمينة من ملعب مضيفه رايوفايكانو أمس الاثنين بعدما سجل ثنائية في شباك أصحاب الأرض ليهدي الفريق الأندلسي الفوز بهدفين مقابل هدف واحد الاثنين ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني وافتتح النصير التسجيل لفريقه في الدقيقة التاسعة عشر بالرجل اليسرى بعد الانفراد بحارس مرمى الفريق الخصمي قبل أن يعدل رايوفايكانو عن طريق لاعبه إسحاق بالزون في الدقيقة 29 وعاد المهاجم المغربي ليفرض نفسه نجما للقاء بعدما سجل هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأولي وحقق يوسف النصير رقما مميزا بعدما أصبح اللاعب المغربي الأكثر تسجيلا عبر تاريخ الدوري الإسباني بمجموع 60 هدفا بعدما سجل ثنائية في مرمى منافسات